مرحبا مواليد برش الأسد كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين تمانية للأحد أربعة عشر نيسان أبريل هيدا أسبوع مفروض يكون بالنسبة لألكم أسبوع جيد ونشيط ومفيد لألكم ليش لأنه في تأثيرات فلكية كتير مهمة أولا طبعا أنتم تعرفوا من الأبراج الشهرية والأسبوع السابق في عنا تأثيرات مهمة جدا من الشمس الموجودة برش الحمل كما أنه بهذا الأسبوع في عنا أمر موجود ببرش هواقي صديق كتير لألكم رح بساعدكم في عنا أمر جديد يلي هو نيومون ببرش الحمل أيضا والشمس موجود والزهرة كمان موجود ببرش الحمل مثل ما سرته بتعرفوا وطبعا فيها الكسوف الكسوف اللي كل العالم عم بيحكوا عنه يوم الثانين ساعة تسعة ونص المساء توقيت بيروت تسعة وثلاث لنكون دقيقين لكن نحنا منطقتنا الشرق الأوسط ما رح يكون عنا كسوف فقط من المكسيك بيقطع الشاطئ الجانب الشرقي للولايات المتحدة سعودا نحو كندا فنحنا ما رح نشاهد هذا الكسوف وتأثيرات الكسوف مثل ما تعرفوا هي أكثر على الكرة الأرضية خلونا نشوف على كلنا كيف الأحوال الفلكية لحتى تعرفوا تنقوا الوقت المناسب اليوم المناسب ومزيد من التفاصيل طبعا مثل ما سرتوا تعرفوا بالأبراج اليومية البداية مع التنين والتلاتة التنين كل نهار الأمر ببرش الحمل التلاتة الأمر ببرش الحمل حتى ساعة اثنين ونص بعد ظهر توقيت بيروت فترة وجود الأمر برش الحمل هي الأقوى بالنسبة لألكن مثلثات فلكية مهمة قوية دعمة لألكن بتساعدكن من الأمر من الشمس من الزهرة وأيضا من كوكب عطارد أربع مثلثات هائلة تسمح لموالي برش الأسد أن يكللوا جهود شو ما كانت هالجهود شو ما كانت الأمنيات شو ما كانت المشاريع عنكم إياها العمال الصغيري والكبيري مفروض تكون موفقة طبعا لأنه فيه كسوف في البيت التاسع يلي مسافر رايح وجاي ينتبه فقط على هذه النقطة أنتو من نكون معنيين بهذا الكسوف بشكل مباشر أبدا الثالثة بعد ظهر الأمر بيروح لبرش الثور صحيح مربع مع برشكن لكن أنتو أوضعكن جيدة ومسؤولياتكن إذا تابعتوها مفروضكن ناشحة جدا وتعطيكن قيمة إضافية لعمل كل النجاحاتكن فوجود الأمر في برش الثور بهذه الأوقات جيدة جدا الأربع الأمر ببرش الثور والخميس الأمر برش الثور حتى الساعة أربع بعد ظهر توقيت بيروت هلا خليني بس ضيف شغلي حتى ما يصير فيه نوع من اختلاف بالأراء لأنه الأمر بمربع مع برشكن الجو ثقيل صحيح لكن مثل اللي دايما أنا بشبهكن واقف دايما عنده مقابلة الرأي العام عم بيشوفوا كل عالم على تلفزيون أنتوا عادين عم تحكوا كل عالم عم تشوفكن طبعا الخطأ ساعتها بيبين كتير للملايين ولكن الأمر الجيد كمانا بيبين للجميع فكونوا عقد المسئولية وشوفوا أنه نجمكم يكون كتير قوي بترتاحوا لما الأمر بيروح لأورش الجوزة بعض الظهر الخميس بيبقى كل الجمعة والثبت حتى تسعة اللي ربع المساء توقيت بيروت هاي دي الفترة اللي حكيت عننا بالمقدمة أنه فترة ممتازة إيجابية مدعمة لالكن قوية لالكن وما بتخلي أي شيء ما يزبط بالعكس في تعاون معكم شكل كتير كبير تكيفوا مع الظروف حطوا يدكم بإيد الآخرين بتدخلوا بمرحلة ركود وهدوء عند الساعة تسعة اللي ربع المساء لما الأمر بيروح لبرش السراطان وبيبقى كل الأحد ببرش السراطان هاي دي الفترة هي فترة ركود وخمول واحتمال يكون في تأخير فخلوا هذه الفترة لمسائل كتير بسيطة ارتاحوا وخلوا عطلة الأسبوع للأمور الهيني كلكن محظوظين بهذا الأسبوع بشكل خاص لما الأمر بيكون ببرش الحمل وتأثيرات من الشمس والزهرة محددة بتروح لمواليد 26 تموز يوليو لأربع أب أغسطس ثم 11-18 أب أغسطس تابعوني بالأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل باي باي